النهاردة ان شاء الله هنعمل طريقة للبط بطريقة حلوة جدا هنعمل دقربط محش ورق عينب وكوسة وفلفل بس بصراحة حاجة خطيرة اوه هتعجبكم وسهلة جدا الناس اللي عايزة تعمل دقربط ان كان اي ايه تحشيه هيبقى سهل معك جدا ويطلع معك بالشكل ده واللحمة بتاحته جميلة جدا وطرية واللحمة بتاحته بني اوي دقربط بلدي محترم وابنينية زي ما انتم شايفين كده حاجة كده جميلة شايفين اللحمة بتاحته عاملة زي دقربط جميل ج جدا ان شاء الله يعجبكم اول حاجة نسمي الله ونحط لايك ونحط اشتراك وتعالوا نكمل بقية الفيديو معنا بالشكل ده هنا هنا هنحشى البط لكن هوريكي كل الخطوات اللي انت هتعمليها بازن الله تعالى اه تفرجي الفيديو للاخر الناس اللي عايزة تعمل دقربط حلو جدا محش ورق عينب وفلفل وكوسة زي ما انت عايزة تحشيه بقى براحتك ممكن كمان تحشيه بصل بس ممكن تحشيه اه ورق عينب بس يعني زي ما انت عايزة هيطلع معك حلو جدا وان شاء الله يعجبك اول حاجة ان شاء الله هنعمل خضرة المحش عادية خالص زي ما انت بتعمل لها ايا كان ايه بتعملها خضرة وهنا معنا دكر البط طبعا ما تبالها بليها غسلك ويسر جدا وحطره بصل من برة من جوة بصلية كده وفلفل اسود وعصرة لمون وهنا هنعمل بازن الله ورق عينب وهنعمل كوسة وفلفل زي ما انت شايفين كده ان شاء الله وده نوع الورق العنب اللي انا بستعمله وفي ناس كتب بتسألني يا سماء نوع الورق العنب اهو صورتلكم البرطمان برضو لو حابين ت تجيبه زي وحلوة جدا وورقة طرية وما بتشدش حلوة جدا ان شاء الله هتعجبكم هنا بقى هبتدي الف معاكم ورقة العنب سهلة جدا وبسيط هنعم اهم حاجة دكر البطة تكوني غسلة كويس جدا ومصفية وبعد كده تبشر البصلية ومعها فلفل اسود وشوية ملح وعصرة لمون وتدي دكر البط حشوة من جوة حلوة جدا هنا معاكم وورقة العنب بلفها بكل سهولة زي ما قلتلك هتقفلها من ناحية دي ومن ناحية دي بكل سهولة خالص هتحط شوية الحشوة الورقة الع العنب وتقفلي من هوركي برضو تاني واحدة تانية دلوقتي هتحط الرز كده وتفرطي بالشكل ده بعد كده هنبتدي نقفل اول واحدة من هنا والتانية نفسها برضو سهلة جدا الناس اللي اه اللي مبتدها متعفش تليف فور العنب بعد كده تتني ناحية دي وتتني ناحية دي بعد كده وانت بتلفي تحبك كده كويس تدوس بصبعك كده بتحبك على الورقة وتفرطي بصبعك لو في حاجة ملوية زي ما تشوفين بطلعت معنا كده بكل سهولة ما شاء الله سهل جدا وورقة الع يعني نكمل بقية الفيديو ولايك هنا بقى زي ما مريت كلاف ورق العنب بكل سهولة هنبتدي بقى نحش دكر البط هتحشي بقى ترص كده كل اتنين جنب بعض تمام هترص كده كل اتنين جنب بعض ولو حب تحط كوسة وفلفل بجد يا جماعة الف كوسة والفلفل فرق في طعم البط بجد يعني دي انا اول مرة انا على طول بحشي ورق العنب وسواء بحشي بصل بس لكن وسواء بحشي رز ولحمة يعني بقى اعمله خلطة انا كده كده بالرز كده واللحمة شرايح بيبقى طعمه جميل جدا برضو لكن انا اول مرة ازود بس الكوسة والفلفل جوه دكر البط بس بصراحة كان طعمه حلو جدا بجد بجد كان حاجة ممتازة هنروس زي ما احنتو شايفين كده مع بعضينا وهنحط الفلفلية الحلوة دي ما تستغربوش ايوة فلفلية يا سماء في البط اه في الفلفلية في البط هيبقى طعمه حلو جدا وهيعجبكم ان شاء الله تعالى انا على فكرة اما عملت اه عملت جنب البط ده حمام وكده بس انا ايه اهم حاجة انا مصورا لكم دكر البط الاساسي يعني لكن انا عملت جنبي حمام وعملت جنبي ملوقية وعملت جنبي حلتين ورع عنب ومحش مشكل هتشوفون برضو دلوقتي مع حضرتكم زي ما انتو شايفين كده انا كده خلصت وبعد كده تجيب حبية طماطم كبيرة كده او بصلايا وتبتدي تقفلي الدكر البط من ناحية دي عشان الحشو ما تطلحش منك بتاعة المحشي فاهمين ازاي تجيب طماطمية بصلايا زي ما انت عايزة او تحط بقى المية على النار تغلي اول ما تغلي تنزل دكر البط تنزل اللورة حبهان زي ما انتو شايفين كده وشوية فلفل اسود عود ارفة اي حاجة عندك تخلي شربة طعمها جميل بعد كده هنا زي ما انتو شايفين المحشي انا لفيته هنا طيب اللي عملته في حالتين حالة كده كده كترحل صاحب ناصبها اه تمام وعليها الكوسة والفلفل زي ما انتو شايفين كده من فوق وبعد كده هزقي طبعا من شربة البط تمام دايما دكر البط تسوي يعني حلو كده عشان هنضيف فلوسة في الفرن هنسوي تسوي حلو جدا تعرفي بقى ازاي النس ده هتعرفي من الجنح بتاعه هتلاقي مالط زي كده وهتلاقي الورك بتاعه زي كده هتلاقي العظمية بتاعت شالت من على الجلدة بتاعتها وهنا المحشي بيستوي بالشكل ده ماشاء الله من شربة البط حاجة كده جميلة جدا هنا بقى هندي البط شوية صلصة على الوتش او معلقة صلصة وشوية زيت وشوية فلفل وشوية ملح وتدهين كده ذكر البط من فوق تمام وتسيبيه بقى تحت الشواية تحت الشواية بس تعودي بقى تقلبيه كده وكده تحت الشواية بالشكل ده وتخلي بالك منه هنا طبعا اول حل استوت فراء العنب فقلنا بقى احنا جوعنا كنا صايمين كلوصان وطيبين وانا بقى نروح ايه نفطر بقى عشان احنا جوعنا انا خدت بفطر حوالي الساعة تمانية بالليل او تسعة بالليل مش فاكرة زي ما تشايفين بالشكل ده شايفين ورا العنب عامل ازاي حاجة كده جميلة ما شايفين ورا العنب عامل ازاي كل صوبع زي الصوبع التاني لو عاجبك الفيديو ما تبخليش بقى على الاختك بالاشتراك ما تبخليش علينا باللايك عشان يوصل لاكبر عدد وده كان شكله النهاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته